قد يكون بعض أولادنا أكثر ذكاء من بعض وبعضهم قد يكونوا اجتماعيا والآخر يكون منطويا وهناك من تحصيله الدراسي أعلى من الآخر لهذه الأسباب وغيرها نقع في كثير من الأحيان في تفضيل بعض أولادنا على بعض دون أن نشعر فيكون الثناء والمتح والهدايا موجها أكثر للطفل الأذكى أو الأجمل أو المتفوق في دراسته في حين لا يحظى الطفل الأقل حظا في الذكاء أو الجمال أو التفوق بمثل هذا نفعل هذا بأيدينا فنغرس فيهم العداوة والبغضاء والحقد والحسد ونصنع منهم أنفسا مشوهة إلى آخر العمر وإذا كان السلف يحرصون على العدل بين الأولاد حتى في القبولات فالعدل بينهم فيما هو أهم يكون أعلى من ذلك وأكبر قال إبراهيم النخعي كانوا يستحبون أن يعدل الرجل بين ولده حتى في القبل ويروى في ذلك حديث عن أنس رضي الله عنه قال كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فجاء ابن له فقبله وأجلسه على فخذه ثم جاءت بنت له فأجلسها إلى جنبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل لا عدلت بينهما؟ إن الذكاء ليس فقط في التحصيل الدراسي فهناك الذكاء الاجتماعي والذكاء اللفظي واللغوي وهناك الذكاء البصري والذكاء الحركي فلابد من البحث عما يتميز به كل ولد من أولادك من مهارات خاصة مع توجيه المتح والثناء حيث ميز الله تعالى ولدك كون ثقة في نفسية ولدك بما وهبه الله تعالى وأشعره دوما أنك فخور به وإذا تفوق أحدهم دراسيا والآخر لا وكانت هذه هي قدراته فابحث فورا عن شيء هو فيه مميز واجعل حظه من الثناء والهدايا مثل حظ أخي لا تشعره أبدا بالنقص أو الدونية ولا تسمح لأحد أن يسخر من ولدك أو ينتقص منه لمجرد أنه غير مميز في جانب معين من جوانب حياته ألا فاتقوا الله وعدلوا بين أبنائكم